الاراني علي اكبر صالحي جدد التأكيد على موقف بلاده الداعي الى حل سلمي للازمة في سوريا مشددا على ان يكون حلا سوريا لا يتدخل فيه الاخرون او يفرض بشكل مسبق او ان يكون ملفقا من الخارج على الشعب السوري وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظره الطاجكي همره خانضاريفي حذر صالحي من الاثار السلبية على كل المنطقة ان لم تتم ادارة الازمة في سوريا بشكل صحيح وقال صالحي انه اذا وجد نوع من الخلل في الاجواء السورية فستكون اثاره كارثية بالتأكيد على المنطقة ولن يكون اي بلد بمنئا عنها